موسيقى هذه المهنة أو لهذا المجال أنا فيه منذ أزيد 18 سنة الأعمال ديالي لكيتابعوها المتابعين طبيعة الحال عبر صفحات تواصل الاجتماعي هي أعمال مختلفة لأنني أنا كنت نحاول أن نوصل إلى رسالة أو رمزية هو توظيف الشفرة الثقافية لإيصال معنا من الأعمال الفنية الجديدة هو الدرهم الملك محمد السادس نصره الله بالنسبة للقطعة النقدية التي تحمل صورة الملك محمد السادس نصره الله فأنا بطبيعة الحال جهزتها بمناسبة عيد الميلاد وبطبيعة الحال كانت عبارة عن منحوتها الحاجة التي أحب أن نديرها ونكررها بزاف ديالأعمال الفنية لأن دائما كتكون عندها واحدة رمزية أخذت لي واحد الوقت الذي هو حوالي شهر ولكن من حص الحظ أن كان العمل متتالي أو متواصل في هذه القطعة أني قد ديت نوجدها في هذا الزمن لأنني بالنسبة لي كنت أعتبره قياسي لأن عاما ما كان نقدرش نوجد الأعمال ديالي في وقت بحل هكا بالنسبة للمكونات ديال هذه القطعة فهما مكونات كلها قابلة للأكل كتبدأ من عجينة السكر ومجموعة من العجائن اللي كتكون عبارة عن مشتقات ديال عجينة السكر فهد العناصر هذي تنقوم أنا بالنحت ديالها وبالتشكيل ديالها باش كنوصل الواحد المجسم أو الواحد شكل اللي كنكون بغيين نحطوه يعني من أجل العرض بزاف ديال الناس واصلوا معي بطبيعة الحال كي يطلبوا مني أن هاد القطعة هذي ياخدوها هما أو يشريوها يعني واشهد القطعة ما موضوعها للبيع وكي يقولوا بأنهم بغيين بالصح أنهم يحتفظوا بيها للاسف هاد القطعة ماشي للبيع هذي فقط للعرض وكنقدر شعور ديالهم كنقدر الحالة أو للإحساس الجميل أن الواحد كيبغي هاد القطعة أنها تكون عنده كيبغي أن يشوفها مكبرة لأنها قطعة اللي هي الدرهم كتعني لنا بطبيعة الحال الشيء الكثير كيف ما قلت فهي كتعبر على الرمز ديال السيادة ديال المغرب ولكن كيف قلت هذي قطعة للعرض وهذي هدية ماشي للبيع إذن بالنسبة للعمل الجديد ديالي هو هذا سيء فيلم اللي أنا نجزته كا كا عمودية أو لوحة عمودية الفكرة ديال هاد هو أنه كان واحد العازف كمان كانت الزوجة دياله حامل كانت نتعدر المولود ديالها وهو كان على يقين بأن ذاك المولود غادي يكون أمهر عازف كمان اللي كيوقع هو أن الزوجة كتوفة وبطبيعة الحال ديالك شي اللي يحلم به هذي الشخص أو للهدية اللي وجد هذي الشخص طبيعة الحال كل شيء انتهى وعلاش هو الكمان الأحمر لأنه كان واحد الجانب شوية حزين اللي هو أنه صبغو بالدم ديال هذي الزوجة دياله هذيها علاش هو مسمي بالكمان الأحمر ومن بعد فهو وهبو للجمعيات ديال الأيتام أو لدور ديال الأيتام اللي يبقوا كيت تدربوا عليه في النمسا الزياد من مئة سنة الرسالة اللي كينا في هذا العمل هو أن الإنسان أحيانا كيوجد واحد الهدية أو لكي ينتظر واحد الوعد ومتي تيسترش شي حاجة لسبب من الأسباب ولكن هو تيكون عاش بزاف في المستقبل وتيبدأ ينسج واحد السيناريوهات تيبقى عيش يعني في المستقبل وفش هذا الشي ما تيبقى يعني ستجي واحد الاشوت أو واحد الانهيار واحد السقوط وهذه مسألة غير صحية نهائيا لذلك ما كنعيش في المستقبل ما كنعيش في الماضي كنعيش في الحاضر فقط هذا الشي ما تيبقى بأن الإنسان ما منحقهش يحلم إنسان طبيعي الحال منحقه يحلم ولكن الأحلام دائما بيس يغطير يعني الإنسان يبقى شاد التوازن دياله على أرض الواقع وما يعيش في المستقبل هذه الرسالة اللي كي وصلها هاد الكمان الهدف ديالي من خلال هاد المجال اللي أنا كنمارسو هو أنه دائما يكون توظيف يعني الشفرة التقافية في الأعمال الفنية من أجل إيصال واحد المعنى من أجل إيصال فكرة فالفنان فشكي يكون عنده واحد الجانب ثقافي وتتكون عنده فلسفة دياله فهو تيقدر أنه يخلق لنا شي حاجة جديدة وهذه هي الحاجة اللي كنحاول نشتغل عليها حاليا بطبيعة الحال أنه يكون معرض لهذه اللواحات العمودية القابلة للأكل أو الاحتفالية القابلة للأكل هي شي حاجة من بين الأهداف ديالي وكنتمنى أني نتوفق أني نديرها لأنها تحتاج بزاف ديال الشروط بزاف ديال الآليات تيخصنا أن نحن نتوفر عليهم لأن ما ننسوش بأنها ديرها مشي لوحة اللي هي جامدة فهي لوحة اللي تيخصها تبقى في ظروف معينة من ناحية درجة الحرارة من ناحية مسافة الأمان ما بينها وما بين الزوار فلأنها في نهاية الأمر كتبقى مسألة يعني قابلة للأكل هذه الرسالة اللي غادي نبغي نوجلها للمرأة فأنا كنشجع أن المرأة يكون عندها واحد الميول أو واحد الاهتمام كيكون عندها واحد النشاط هذه مسألة كتمنحها واحد طاقة إيجابية وعلى فكرة هذه المسألة غير متضادة أو غير متعاردة يعني مع الحياة الأسرية فالمرأة باعتبارها يعني أساسا دي بعض فهي كائن منظم فهي كتقدر أنها تنظم الحياة ديالها ما بين العمل اليومي ديالها داخل الأسرة وما بين الهواية ديالها وهذه مسألة اللي هي صحية اشتركوا في القناة